ظهور صادم للفنانتين مروى عبد المنعم جورندا البحيري أزمات جديدة ووزن زايد ونوبة بكاء ومعاناة من حالات نفسية كشفت الفنانة مروى عبد المنعم عن تعرضها للتنمر بسبب ارتداءها بروكة شعر وزيدت وإنها عانت من أزمة نفسية عبر صفحتها فيسبوك وكتبت أخيرا إخراج نهائي من البروكة بعد دوامة نفسية سيئة أجد فيها ووصلتني لسبعين كيلو وسقوط شعري بالشكل ده اضطريت ألبس فيها البروكة ووحدة وحدة بدأت أقفه بفضل وزني وشكلي لكن فضل شعري في الأزمة وطبعا هو ما تعالكش بنسبة مية في مية بس أخدت الأمر بالإفراج عنه وتكملت العلاج عادي إن كان في ناس كتير بتقعد تقولي أنت لبسة بروكة لي شكلك مش حلو فيها بس كان الكلام بيوجعني قوي وبيزعلي على لفسي جدا ويخلصة يا جماعة ما حدش ينتقد حد على شكله ما حدش عارف جوه الكباليش فيه وبلاش نقد تعليقات دلوقتي أنا أقدر أقول وأتكلم ولا أغجل أنا مريت بأزمة نفسية كانت صعبة علي جدا عمري ما كنت أتخيل إن الوقت نفسي الشكل لحد ما عشته وجربته اللي كان بيوجع أكتر هو تدخل الناس بشكل ولبسي للبروكة أنا عايز أقول لكم أنا أكتر إنسانة في الدنيا لا لي في ميكاب ولا أي حاجة صنعي وكون فكرة إني أربط حياتي ببروكة كنت بتخينئ وبموت منها فما كانش ناقص تعليقات وكمان دلوقتي أقدر أقول لكل الناس اللي قالت لي إن شكلك وحش في البروكة ولبس البروكة ليه اتفضلوا حضراتكم السور تتحدث عن نفسها أما عن الفنانة رندل بحيري فقالت إن راجل بيحاربني وبيطردني في كل عمل رندل بحيري بتكشف السبب وراء غيابها عن الساحة الفنية منذ 13 عام حلت ديفة في برنامج قعدة ستات وتكلمت رندل عن العديد من الماضية ومنها عن سبب ابتعدها عن الساحة الفنية ودخلت في نوبة من البكاء طويلة خلال اللقاء بسبب تأخرها على الدفاع عن نفسها خاصة إن الأمر تسبب لها في تعب نفسي وجسدي خلال الفطرة الماضية وظهرت رندل بوزن زائت على غير طبيعتها وقالت إن السبب وراء ابتعدها هو شخص ومردتي تذكر اسمي السبب في وراء ابتعدها عن الفن ساعات بنسمع عن ناس أشرار بنقول إيه ده لا يمكن يكونوا بيعابلوا كده لحد بسمعت بودني وشفت بعناي ساعات ببقى جوه الشغلانة وبيجوا يقولولي بصي حصل إيه وساعات بيكلمهم وأنا قاعدة جنبهم وكان بيمشيني من أي عمل وكنت بسمعه بيقول ما فيه غير عياني وشايف إنه مش ينفع إنه يغيرني أو أنا أكتر حد أستاهل الدور أو خلاص ده رزقها دماغه بتلعب برضه وراح قاعد في شركة من الشركات قاعد فيها تلات أيام لحد ما مشيت من المسلسة وفي النهاء نتمنى لهم النجاح والصفاء والتوفيق في حياتهم خبر خلص ولكن أخبار المشاهير مع ريري لسا مكملة فضلا الاشتراك واللايك دعما